بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابناتي جمعة ثانية ثانية وعلوم تجربية وتقنية رياضي ورياضي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بمراجعة شاملة في المعادلات والمتراجحات المثلاثية ولادي ابناتي ما أنصحكم إلا بالصبر على هذا الفيديو حتى تدون نقطة كاملة إن شاء الله في الرياضية إذن قالنا واحد حل في آر المعادلة جذر ثلاثة في كوس إكس زائد سينس إكس يساولنا واحد ثانيا حل في المجال من صفر لاثنين بالمتراجحة كوس إكس أكبر أو يساولنا جذر ثنين على ثنين ثالثا قال حل في المجال من ناقص بي لبي المتراجحة سينس إكس أقل تماما من نصف نتابع جيدا هنا نقطة نقطة نبدأ بالحالة الأولى اللي هي واحد حل في آر المعادلة التي هي جذر ثلاثة في كوس إكس زائد سينس إكس يساولنا واحد لكن هنا نحب ولادي ابنتي تبعوا معي مليح مليح هناك شيء اللي قدرت له هو في درس اسمه ماذا؟ اسمه الزاوية الموجهة إذا كانت عندي عبارة من هذا النوع لاحظوا معي A في كوس إكس زائد بي في سينس إكس تساوي هذه عندها كتابة ثانية واشنه هي كتابة ثانية؟ اسمعوا هي جذر A مربع زائد بي مربع في كوس إكس ناقص تيطا ما حابكم تركزوا معيانا؟ لحل هذه المعادلة أولا لازمنا هذه نبدلها الكتابة التاحة عندنا في الدرس قولنا بللي A في كوس إكس زائد بي في سينس إكس واش يساوي؟ سألنا جذر A مربع زائد بي مربع في كوس إكس ناقص تيطا حيث تيطا عندنا حيث كوس تيطا يساوينا A على جذر A مربع زائد بي مربع وعندنا كذلك سينس تيطا يساوينا B على جذر A مربع زائد بي مربع ولدي هذا ربما ركما نسيته هذا ركما تابع للدرس تاع الزاوية الموجهة تبعوا الله يفتع عليكم هذه أول حاجة بتقدر تحل معادلة من هذا النوع يعني يدركها كي نجو نبدأ ونخدمه صباحنا هذه اللي هي لاحظوا معي اللي هي جذر ثلاثة في كوس إكس زائد سينس إكس ماذا يساوي؟ يساوينا جذر تبقوا حرفيا جذر جذر ثلاثة مربع إذن A مربع زائد بي مربع هكذا في كوس إكس ناقص تيطا ركزوا معنا نقطة نقطة صاح وتساوينا جذر ثلاثة مربع هو ثلاثة زائد واحد أربعة يعني يصبح لي جذر أربعة جذر أربعة اللي هو شعال؟ اثنين في كوس إكس ناقص تيطا وش بقاتلنا أولادي؟ سأناحبكم تركزوا معي بقاتلنا هي الكوس نروحون جبدو الآن كوس تيطا كوس تيطا يساوي A على ذا القيمة هذا القيمة خلاص صبناها إذن عندنا حتى نكون على علم إذن A مربع زائد بمربع رأنا صبناها شعال صبناها ثنين ها هي ونولادي إذن الآن كوس كوس تيطا يساوينا A اللي هو جذر ثلاثة A على هذه هذي شعال ناقينا ثنين وسينيس تيطا يساوينا B ها هونا B اللي هو واحد واحد على هاذا القيمة ها هونا ركزوا معي بشوية من هي الزاوية؟ نحن دي رحت بالآل حسيبة اللي الكوس ستا هو جذر ثلاثة على اثنين والسيني ستا هو نصف لو نشوفه مليح هذا الزاوية تيطا خرجنا B إعلاما B على ستة الأولاد هي B على ستة وإذا أحبت تشوف هاي بالآلة الحسيبة وتقدر تخرجها عادي دير مثلا صفر أو جذر ثلاثة هكذا إذن جذر أفوا جذر ثلاثة تقسيم اثنين نديرها تساوي ومبعد نديره Shift وديره كوس رأي تعطيني ثلاثون درجة هاي وين Shift كوس تعطيني ثلاثين اللي هي B على ستة صح ودركها بعد ما خرجنا هذي الشي نبدأ ونحل وشوفوا لها دي كيفاش ودركها ركزوا معي نجيب ذي ونحطها نا تولي لي واش تولي لي ثلاثين في كوس إكس ناقص B على ستة تساوي لي واحد يا أستاذ عاود هذه بدنا لكتبتها لازم تكتب بهذه العقلية ودركها هذه القيمة اللي هي نفسها هذه هاي وين نجي نحطها هنا لأنها مساوت صح ومنه نقسم من على ثنين ومن على ثني هذه تروح هاي إذن حيث قلت تبعوا معي أمليح واش تقول القاعدة لحظوا معي أمليح هذه في الأصل واشنه هي هي في الأصل تساوينا شكون هي الزاوية لكوس ستحة نص هي الزاوية B على ثلاث يعني واش رح تصبح لي أولادي أصبح لي كوس إكس ناقص B على ستة يساوينا كوس ماذا B على ثلاثة لاحظوا الآن نرجع لوحدة الدرس واش يقول لاحظوا يقول كوس كوس كما قالت كذلك كوس إكس يساوينا كوس ألفا فإن إكس يساوينا ألفا زائد كابي أو إكس يساوينا ناقص ألفا زائد كابي هذا هو معك عدد كيف هو عدد صحيح يعني مجب وسهل تبعوا معي هناك نظر كيف كيف أنت بقضل قاعدة لأن هذه القيمة رأي قيمة محصرة بالناقص واحد وواحد مباشرة موجود كوس صح تصبح لي ومنه تصبح لي إكس ناقص بي على ستة يساوينا بي على ثلاثة زائد كابي كما نادرنا الدرس تبعوا معي أو إكس ناقص عفوا ناقص بي على ستة يساوينا ناقص بي على ثلاثة زائد كابي معك قلنا عدد صحيح هاي لكم الدرس فقط الآن رجع هذا من وارجع هذا من صبح لي إكس يساوينا واش يساوينا بي على ثلاثة زائد بي على ستة زائد دو كابي وارجع هذا من صبح لي إكس يساوينا بي ناقص بي على ثلاثة زائد بي على ستة لأن ذاكين وقلوه منا زائد دو كا بي. لاحظوا معي. انواحد المقام هنا تولي لي ستة وهنا ثنين. هنا ثان تولي لي ستة وهنا يا هكذا. شا ترجع نولا دي ترجع النوا منه اكس وشو يصبح يساوي ثنين بي. لاحظوا معي. ثنين بي زائد بي. ثلاثة بي. ثلاثة بي على ستة. ثلاثة بي على ستة. نختاز المنا. ومنة تعطي لي بي على اثنان. تعطي لي بي على اثنان زائد كا بي. هذه الحالة الأولى. نجعل الان الى الحالة ثانية ناقص اثنين بي. زيد بي. هي ناقص بي على ستة. ناقص اثنين بي. زيد بي. هي ناقص بي. إذا نصبح نكس. ي�ي обнаруж كلنا ناقص بي على ستة. زائد كا بي. بل ما هي من جمعة الحلول متاع هذه المعادلة هي S يساوينا P على 2 زائد دو كا بي أو ناقص P على 6 زائد دو كا بي مع كعدد صحيح هذه هي حل واش المعادلة تعنا هذه شوف شادي دير بوز وعود الفيديو وحدك حتى تشيك الفكرة وتتعلمها لما يعطونا معادلة من هذا النوع فيها الكوس مع السيونيس هذه هي الفكرة التحل لازم تعودوا تكتبوها على هذا السيغاء وحفظوا القاعدة هذه صح بعدما أنهينا الآن من هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الآخر لهو الجزء الآخر لهو حل في المجال من صفر لثنين بي شوفوا ما يمليح وشوفوا مجال أخو من ناقص بالبي اختلاف جذري لاحظوا معايا إذن ثنين حل في المجال من صفر لثنين بي شوفوا دي دورة دي ثاني عبركم دورة صح؟ كل وحدة كيف هاشو المترى جيحة اللي هي شكون اللي هي كوس إكس أكبر أو يسوينا جذر الثنين على ثنين لاحظوا أولادي بناعلمكم بشوية عندنا لما يعطونا المجال هكذا من صفرة لاثنين بي شوفوا واحد المخطط في الدائرة المثلاثة شوفوا عليها ركزوا معايا هاي من الدائرة المثلاثية شوفوا بتعلموا يا الحمد ديكم وراكم تحتاجوا خاصة هذا العمجي في محور اسمه العدد مركبة من صفر لاثنين بي يعني تنقرأ هكذا تقرأوا هاي صفر ونمشوا هاكذا ننظروا دورا إلى غاية هنا ثنين بي فعليكم بحفظ هذا المخطط شو المخطط التي عشتوه هو هنا نقلوا تيطة وهنا بي ناقص تيطة وهنا بي زي تيطة وهنا ثنين بي ناقص تيطة شكون هي تيطة؟ تيطة هذك اللي تعطيها لكم بالحاسيبة بي على ربعة و بي على ثلاثة وكذا صح هذا المخطط ذا نجو المخطط الثاني اللي يعطوه هنا من ناقص بي البي هي نفسها هنا كايين كيف كيف دورها الصح المخطط يختلف شوفوا هاكذا نشرحوه بالتفصيل بتتعلموا هذي الأشياء هاكذا أولادي شوفوا من ناقص بي البي معناها جزء موجب وجزء سالب يعني يقلعوا منه هاكذا ونظروا شوفوا معايا حتى نوصل له يعني من ناقص بي الى غاية بي دورة ولا ماش دورة؟ دورة ها من نا حتى الهنا دورة وهذي ثان من نا حتى الهنا دورة هذي راي فيها كلش موجب وهذي اللا راي فيها من نا حتى الهنا سالب ومن نا حتى الهنا موجب اسمى اختلاف هذة الدائرات المثلاثية لاحظوا معايا وكلهم يمثلوا 360 درجة ولكن على حساب المجال اللي راي يعطيهنا لازم تتعلموا هذا الشي صاح أولادي نبدأوا بشوية نمشورك نجل هنا من صفر لثنيين بي سمى رايح نخدموا بهذا المخطط ها أستاذ صاح والمخطط هنا شوفوا المخطط هنا شوفوا تيطا موجب ناقص تيطا سلبو هنا بي ناقص تيطا شوفوا معايا مليحة بي ناقص تيطا هنا يا تيطا ناقص بي هذه ضربوها في ناقص وهذه ضربوها في ناقص هذه موجبة هذه موجبة هذه سلبة هذه سلبة له الجزء السفلي سلب الجزء العلوي موجب ماهو من ناقص بي البي وفي وسطها مشكون سفر من ناقص بي الصفر ومن صفر البي باش تتعلموا الفكرة أنا نوري لكم ما كما نقوله من ناقص مليحة زيد مليحة الصفر جاي في الوسط الآن هنا الدائرة المثلثية أولا هنا سكون الزاوية التاعية التي رأيها سكون هي الزاوية للكوس التاحات إذا 2 على 2 هي بعلة 4 هذا يعني يعني كوس X أكبر من كوس بعلة 4 لاحظوا معنا هنا بالأقل نروح للدائرة المثلثية وتشوفوا بالليل الجواب هو أبسط جواب نصيبها هذه الدائرة المثلثية المهم مجرد دائرة الزاوية التاعيش هي P على 4 P على 4 شوفوا الكوس تحيكون هذه P على 4 جينا هنا شوفوا لو كان نبدأ ونشوف الكوس هنا شعلي يساوي لاحظوا معي هنا الكوس هنا يساوي 1 وهنا يساوي 0 وهنا يساوي ناقص 1 وهنا يساوي 0 دركاء هو وراء يقول لازم الكوس التاعي هذا الزاوية لازم تكون كبيرة آه شوفوا لو كان نبدأ نشوف وتبعوا معي بصح إذا تحبوا تركزوا كوس كبيرة على P على 4 كوس P على 4 P على 4 ها هي وين هذه هي P على 4 الكوس هنا شعلي يكون قلنا يكون واحد هنا شعلي يكون ها هنا هو جذر 2 على 2 آه صح و لو كان يجينا هنا كيف كيف ركزوا يرحم وديكم سما الكوس وين هن الأماكن اللي يكون فيها كبير على جذر 2 على 2 هناش علي يكون شوفوا هنا واحد سما هنا واحد درا يتم غي صغر يصغر حتى الحق قلة شوفوا ها هم الأماكن اللي لازم يكونوا شوفوا يدي هاذا هاذا هم الأماكن علىها أستاذ هاي جذر 2 على 2 قيم هذو كي يكونوا هذو هما القيم اللي كبار عليه سما القيم اللي يكونوا كبار لازم تركزوا معايا أنا أستاذو لي ما ندوش هنالت بس هنا تكون صفر هنا تكون دجا ناقص واحد هنا يا صفر هو لا يحوس على القيم اللي كبيرة سما القيم اللي كبيرة تكون من الله ومن الله بس صحظوا كيف هنجاوبوا بهذا المجال يا الشاطرين شوفوا قولوا لي احنا رايح نقلعوا بذي نقولوا هاك أولادي من الله لله اتحاد منين من الله لله نقرأوا كيما لكم تشوفوا هاكذا لازم تقرأوا هاك هذي شعال قلنا تساوي 2P هاي لكم ومن الله صفر وذي شعال اقرأوا معايا تشوفوا ذي اقرأوا هاي وين كي جينا في ذو الربع كينا نطبقوا 2P ناقص P على 4 اللي هي تساوينا واحد المقام 8P ناقص 7P على 4 سما ما هي مجموعة الحلول S يساوي الشاطرين منين من ناقص لله من صفر الP على 4 اتحاد من 7P على 4 لمن الاثنين P هذا هو الجواب يا الشاطرين ما أستاذ مازال مفهمت شوية نشرح الوليدي وشرح البنتي ركز زاوية تاعيها هاي وينها 45 درجة الكوس مننا يكون صغير على ذا القيمة تسمى الكوس مننا هاي و سالب شوف أو معدوم ومننا كامل سالب ومننا كامل سالب وهنا معدوم حتى اللهنة هوا لا يحوص وين يكون كبير على جدر 2 على 2 وين يكون كبير يكون كبير هنا في ذا الأماكين تسمى هذا الشوي زيد وهذا الشوي ها أستاذ ها أقول مننا للهنة لا لما نجموش نقوله نقوله من 7P على 4 الP على 4 كيف ها المجموش من الكبير نقرأهم من الكبير والروحول الصغيرة لازم نقرأهم من الصغيرة ها ها من صفر الP على 4 اتحاد من 7P على 4 ل 2P ها كذا ينقى على حسب هذا برافو اللي فهمه صاحب واحد يقول يا أستاذ صح حكي ها كنا تقول ها كذا ولكن نعطينا كوس X أقل تماما من جذر 2 على 2 أقل تماما من جذر 2 على 2 يقول لنا هو هذا الجزء اللي يبقى صبح لي في ذو الحالة S يسوي في ذو الحالة صبح لنا من P على 4 مفتوح اتحاد ما عفونا عفونا إلى غاية سبحوا لي إلى غاية 7P على 4 ها كذا مفتوح من حتى اللي هنا كامل يكون الكوس صغير على الجذر 2 على هذه اللي فهمها غرافو صح الآن بعدما أنهينا مع هذه الروح للحالة الأخرى صح ركزوا شو معي الحالة الأخرى تتعلم مجال الثاني شوفوا ما يمليح حالة متراجحة هنا الثالث ثالثا حالة متراجحة في المجال في المجال اللي هو من ناقص P ال-P شكون هي المتراجحة اللي هي سينيس X أقل من نصف هارو واحد جولادي كيف شكون هي الزاوية للسينيس تاحا نصف أكيد هي P ألا من ألا 6 يصبح أن هذا سينيس X أقل من سينيس على 6 أكيد الزاوية هنا في على 6 أروحوا بالصحة ذلك بشوية ونشوف الأمر كيف راح تسرى لها أروحوا الدائرة المثلثية هي الصح هاي ليكم المتراجحة هذين نحلوا بالدائرة المثلثية هاي ليكم هاكذا أولادي اللولان اقرأوا المجال التعنا اللي راح يقرأ فيه قيل من ناقص P ال-P يعني من هاكذا من ناقص P ال-P بس كوا المجال كما يحبي مدلي أي مجالة شيئا نشرط هو يشرط صح سينيس يسوينا نص وين جاي النص جاي هنا قلنا P علاما نعم هاكذا سينيس يكون يسوينا النص احنا يكون P علاما قلنا على ست نص هو رايد دمون لي سينيس وين يكون صغير على نص شوف صح احنا يرى قلنا نص لاحظوا معي بدت تعلموا الفكرة ها هو نص مضح مليح ها هو نص سينيس درك هنش عارة شوفوا معايا نكتبوه سينيس هنا صفر وهنا واحد وهنا صفر وهنا ناقص واحد الدائرة المثلاثية الكوس العكس شوفوا الكوس هنعود نوضح الولاد الكوس هنا واحد صفر ناقص واحد صفر سينيس مع كوسين شوفوا الصفروات هذو كلي كانوا هنا دولو بتعلموا الفكرة ها هو رايقول السينيس صغير على نص السينيس صغير على نص ونحترموا المجل رايمشي فيه أنا نقول باللي قيم تعري وينت صباح صغير على نص صاح كان يرجع يعود يزيد هو الدهن شال يقول صفر ولو كان يزيد يهبط هنا ناقص واحد سمى القيم التعرم من ها هم هذا الجزء كامل كامل الزوال اللي يقع على هذا القوس كامل حتى اللهنة كامل لحق لكن لازمنا نحترموا المجال اللينا نمشو فيه سمى منين شوفوا معايا نبدأ منين نبدأ ما صغير وين جوه آس جمعة الحلول من ناقص تماما من ناقص ب أو جي يا أستاذ يدرت مغلوق وكرا يقول هو يقول تماما ما يهمش لا تبقى صحيحا تبقى صحيحا أن المجال اللي نعطاه اللي مغلق صح من ونروح ها كذا كامل تحقق 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 إلى غاية كون إلى غاية حتى الله إلى غاية بي على ستة اتحاد هنا نفتح له أنه تماما أما هذا هو أعطى لهم مغلق ركزوا معي اتحاد منين منا للهنة نتبروا المجال هاك نقرأوا هاك سما منا حتى شوفوا منا منا حتى الهنة اتحاد منا حتى الهنة هذا القيمة اشعال على حسنا ما يقول مخططة تعنا بي ناقص تيطة بي ناقص بي على ستة تيطة تعي وحد المقام هنا ستة ستة خمسة بي على ستة سما ترجع لي منين من خمسة بي على ستة منذ البلاسة إلى غاية بي مغلق لأنه وراه ماده مغلق هاهو لكم أولادي واللي جابها صحيح نستعرب به هذه الفكرة التحلم وتراجحات فيهم نوع من الذكاء كان عطانا غرف المجال الموجب نخدم بهذا العقلية كان عطانا من ناقص بي لبي نخدم بهذا العقلية بهذا المخطط نحط الزاوية التاعي سيكون هي نص سينيس نص وين يكون النص؟ السينيس أقل من نص هو في القيمة كامل لكن هنا نحترم المجال واحد يقول يا أستاذ ولو كان عطانا نفس التمارين تاعك وعطانا نفس القيمة تاعك وعطانا من صفر لثنين بي الجواب كيف رح يكون؟ الجواب يكون من نا للهنة سمع معي مليحة نفس التمارين هذا يصبح لي أس أني قلت يصبح من نا اللهنة شوفوا معي إلى غاية نين بي هنا غير ديروا مغلق مع حسر أولي لأننا رأعطي لهم مغلق لو قلت نفس التمارين وعطونا المجال هذا كيف تقرأ؟ تقرأ من نا له اتحاد من نا للهنة أما كي أعطى لي المجال هذا نقرأ وكيفه من نا لهنة لهنة اتحاد من نا لهنة شوف توجد الإختلاف ولا لا؟ يعني فيه نوع من الذكاء إلا كانوا فهمتوا أولادي وأعجبكم الشرح خلونا تعليق بها نزيدكم تمارين من هذا النوع إذا لننا حاولنا نشرحوها بالتفصيل فالآخر لا تنسونا بالدعاء لننا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطهرة مع تحية الاستنورد إن شاء الله تجيبوا النقاع عشرين على عشرين سلام